شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيتها الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين توفيق عظيم ومفتاح لكثير من الخيرات والبركات ولكن الشيء الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن الحضور في هذه المراقد المشرفة على أنواع وأن الذين يحضرون في هذه المراقد على درجات الله تعالى يقول هم درجات عند الله في كل عام يأتي إلى مشهد كما يقولون حوالي ثلاثين مليون وفي كل عام يأتي إلى قوم المشرفة حوالي أربوطعش مليون الحضور عند أهل البيت صلوات الله عليهم مفتاح للبركات والخيرات ولكن الذين يحضرون على درجات وعلى مراتب هذه الدرجات ترتبط بعوامل نذكر من هذه العوامل ثلاثة العامل الأول عامل النية ما هي النية النية تعني الباعث الباطني المحرك الباطني لماذا أتينا إلى قوم ولماذا نذهب إلى مشهد الباعث الباعث ونوعية هذا الباعث تجعل الدرجات تختلف النية لها موقع مهم جدا في كل عمال وهناك في الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات وفي الحديث الشريف لكل امرئ ما نوى وفي حديث آخر نحن عندما نأتي يوم القيامة إلى ساحة المحشر الآن إحنا من الناحية الظاهرية لا نختلف ولكن في يوم القيامة نحشر على نياتنا هناك البواطن تنكشف الله تعالى يقول يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء واضح هناك في عالم الآخر عالم الوضوح وعالم ظهور البواطن الله تعالى لا ينظر إلى العمل وإنما ينظر إلى حقيقة الباعث وراء العمل أكو هناك أعظم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى الجهاد أعظم الأعمال واحد يذهب إلى ميدان الجهاد ويقتل في سبيل الله هذا أعظم الأعمال ولكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه من أهل النار واحد يقتل في سبيل الله وبين يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي يقول هذا من أهل النار هذه الرواية راجعوها في كتاب بحار الأنوار فتعجبوا جاء إليه جماعة وقالوا له أبشر فإنك قد أبليت بلاء حسنا في ميدان الجبهة قتل مجموعة من المشركين فقال لهم لاحظوا هذه الكلمة فقال لهم والله ما قاتلت إلا دفاعا عن قومي القومي عن عشيرتي أنا لكي ترتفع عشيرتي قومي أنا قاتلت ولولا ذلك ما قاتلت هذا هو الباعث مالكا هذه هي النية مالكا ثم بعد ذلك عندما اشتدت به الجراح أخذ شيء آل حادة وقتل بها نفسه فمات منتحرة إلى النار النية تختلف مرة واحد يأتي للدنيا هذا له درجة واحد يأتي لقضاء حاجة شخصية عند حاجات شخصية يأتي ويطلبها من المعصوم هذه درجة أخرى مرة واحد يأتي لقضاء الحاجات الاجتماعية الشيء اللي يؤلمه الحاجات الاجتماعي هذا له درجة أخرى الصديق الكبرى فاطمة صلوات الله عليها من الليل إلى الصباح كانت تدعو لجيرانها ولا تدعو لأهل الدار هذه درجة أخرى مرة واحد يأتي إلى الإمام صلوات الله عليه لأنه أهل لذلك ولأنه جدير بذلك هذه مرتبة أخرى هذه كلها درجات ومراتب تختلف باختلاف النية نحن يجب علينا أن نحاول أن نجعل نياتنا في أعلى درجاتها كان أكو عالم في قوم الشيخ مرتضى الحائري رحمه الله كان عالم محقق مدقق متخلق بالأخلاق والآداء هذا من قوم كان يركب السيارات الكبيرة كان يروح إلى مشهد يوميا خميس وجمعة يركب السيارات الكبيرة السيارات الكبيرة طول في الطريق حوالي ستعش ساعة ومتعب إلى أبعد الحدود كان يروح إلى مشهد ثم يعود إلى قوم في بعض الأحيان كان يذهب إلى مشهد لاحظوا هذه النية يروح إلى مشهد يذهب إلى الحرام ويبقى في الحرام ساعتين ثلاثة أكثر أقل ثم بعد ذلك فورا يأتي إلى السيارة ويركبها ويعود إلى قوم كانوا يقولون له شيخنا لماذا لا تذهب إلى بعض الأماكن الأخرى قال حتى تكون نية متمحضة للإمام الرضا فقط يعني أنا عندما أروح إلى مشهد ما أهدف أي هدف آخر هدفي فقط الإمام الرضا أنا في الآخر أقول للإمام الرضا جئت لك ولم أأتي لشيء آخر هذا العامل الأول عامل النية نحن يجب علينا في كل أعمالنا أن نحاول أن نجعل نياتنا خالصة لله سبحانه وتعالى هذا هو العامل الأول العامل الثاني المعرفة المعرفة جدا مهم الإمام الذي نزوره من هو الدرجات تختلف في المعرفة ربما واحد يدخل على الإمام الرضا صلوات الله عليه وينظر إليه وكأن الإمام الرضا صلوات الله عليه فرد عادي هذه مرت ربما ندخل حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه وننظر إلى الإمام الرضا كولي من أولياء الله هاي درجة أخرى من المعرف أحيانا ندخل حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه باعتبار أنه إمام مفترض الطاع هاي درجة أخرى مرة أخرى ندخل حرم الإمام الرضا وننظر إلى الإمام الرضا بعنوان الشخص الذي أعطاه الله الولاية التكوينية والتشريعية جميع أمور الكون الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذه الصفوة هاي مرتبة أخرى من المعرف إحنا عندما نقول كلمة الولاية التكوينية بعض الأفراد يتعجبون يعتبرون أن هذا غلو هذا مو غلو الوالد رحمه الله كانت عنده كلمة لطيفة كان يقول كل واحد مننا إحنا عدة ولاية تكوينية لكن في حدود ضيقة أنتوا الآن ما عندكم ولاية تكوينية على يدكم ليش؟ عدكم ولاية تكوينية على يدكم تتمكنون تحركون يدكم هاي ولاية تكوينية لكن في حدود ضيقة أما الفرد المشلول ما عنده هذه الولاية ما يتمكن يحرك إلى الله ما أعطاه هذه الولاية فإذن كل واحد مننا عدة ولاية تكوينية لكن في حدود محدود الله تعالى أعطى لأهل البيت ولاية تكوينية شاملة عندما تدخل حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه تعرف أن هذا الإمام بيده كل شيء طبعا بإذن الله وبإعطاء الله هكذا ندخل الحرم أن هذا الإمام أنك لا تخاطب ميتا وإنما تخاطب حيا تخاطب حي مثل ما إذا الإمام الرضا كان الآن موجود عندما كنا ندخل عليه كيف كنا نخاطبه وكيف كنا نطلب منه وكيف كنا نأمل به إذا الإمام الرضا كان حي الآن الإمام الرضا ما عنده حياة وموت الشهداء ما عندهم حياة وموت فكيف بالإمام الرضا فكيف بكريمة أهل البيت التي أنتم ضيوف عليها بهذه الروحية يجب أن نتخل وبهذه الروحية يجب أن نخاطر وبهذه الروحية يجب أن نطلق العامل الأول عامل النية العامل الثاني عامل المعرف العامل الثالث والأخير القابلية القابلية جدا مهم في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم الشيطان كل واحد مننا عنده شيطان أو شياطين يحومون حول قلوبنا دائما معانا دائما يوحون إلينا بالشر في كل لحظة وفي كل أنهاي الإلقاءات الشريرة من الشياطين حتى أكو في الأحاديث أن الرجل عندما يدخل إلى بيته يأتي هناك شيطان ويحاول أن يشعل الخلاف بينه وبين زوجته إذا هؤلاء الشياطين ما كانوا لنظر بنوا آدم إلى الملكوت كانوا ينظرون إلى الملكوت كما رأى إبراهيم الملكوت العوالم كانت تنكشف لديه الحجب كانت ترتفع عنه القابلية جدا مهم طهارة الباطن جدا مهم طهارة القلب هذا القلب يحتاج إلى تطهير هذه الأعضاء والجوارح تحتاج إلى تطهير كلما إحنا زدنا هذه القابلية عطاء الإمام يشملنا أكثر أنقل لكم هذه القضية هذه القضية منقولة عن أحد العلماء الكبار يقال له الفشارك الفشارك يقول ذهبت إلى إحدى المدن مدن إيران يقول كان هناك في تلك المدينة رجل يبدو عليه الظهول مثل واحد فكرة مشغول ذاهل مثل واحد عنده مشكلة عنده هام عنده قضية وكان بعض الناس يتصورون أن هذا الرجل مجنون يقول في يوم من الأيام أنا دخلت إحدى المساجد في غير الوقت المتعارف حتى أصلي حتى أصلي أو أعبد الله سبحانه وتعالى وإذا بأسمع حرك خلفي التفت وإذا بهذا الرجل يدخل هذا الرجل المذهول أنا خلف عمود فما شافني يقول فأخذت أنظر إليه وإذا بهذا الرجل يأتي التفت يمين وشمال شاف ماك واحد في المسجد فوقف باتجاه القبلة وكبر وأخذ يصلي بخشوع وخضوع كأفضل ما يصلي المؤمنون الخاشعون هذه الهيئة هذا التضر هذه العبادة لا تنسجم مع شخص مجنون يقول راقبت إلى النهاية ثم أكمل وخرج عندما خرج ذهبت خلفه وقلت له الناس يقولون إنك مجنون ولكن هذه الصلاة التي صليتها ما كان الصلاة مجنون صلاة عاقل وفي نهاية العقل وقمة العقل ما هي قضيتك يقول حاول أن يتهرع أنا ألححت عليه ثم قلت له بحق من جننت لأجله ما هي قضيتك يقول بمجرد ما قلت له هذه الكلمة إن همرت عيناه بالدمو أخذ يبكي وقال لي ما قدمت قد حلفت أنا أقول لك القضية أنا فيما مضى كنت أوفق للقاء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج ولكن على أثر ذنب صدر مني حرمت هذه السعادة فقلت له وما هو كان ذلك الذنب قال لأني نظرت إلى إمرأة أجنبية هذه العين التي تنظر إلى إمرأة أجنبية نظر خائنة بعد ما عدها قابلية ترى نور وجمال المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج هذه الأذن التي تسمع الغناء بعد ما عدها قابلية أن تسمع صوت الإمام المهدي المنتظر أنتوا شايفين بعض الليالي هذه القضية إحنا نقوم نشيطين لنافلة الليل عدنا نشاط عدنا معنوية رفيعة وفي بعض الليالي تجدون ما عدنا هذه المعنوية بعض الأحيان عندما نذهب إلى الحرام نشوف حالاتنا الروحية في مستوى رفيع جد وفي بعض الحالات نشوف ما عدنا حال الدعاء أحد علماء الدين قال لي أمرأة سألتني ليش الغناء محرام الغناء ليش حرام يقول فقلت لها كلاما قلت أنت عندما تسمعين الغناء بعد خلق الصلاة ما عندك اللي يروح في خط الغناء بعد خلق الصلاة ما عندك خلق دعاء كميل ما عندك معنوية ما عندك روحي تتنخف هذه الأشياء تسلب التوفي جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال له إني حرمت صلاة الليل أكو بعض الأفراد مو موفقين لصلاة الليل وأكو بعض الأفراد دائما موفقين لصلاة الليل ما هي العامل ما هي العوامل أمير المؤمنين قال له قيدتك الذنوب الذنوب تقيدك ما تخليك تقوم من مضجعك تقي هذه ثلاثة عوامل يجب علينا أن نوفرها في أنفسنا حتى إن شاء الله نستفيد من هذه الزيارة أفضل استفادة عامل النية أولا والعامل الثاني المعرفة ثانيا في الزيارات زيارات أهل البيت محاولة للرفع مستوى المعرفة بالذات الزيارة الجامعة ترفع مستوى معرفتنا بعض العلماء يقولون عندما نذهب إلى المشاهد المشرفة لا نقرأ إلا الزيارة الجامعة الكبيرة مشحونة بالمعارف ترفع مستوى معرفتنا عندما تقرون هذه الزيارة تدققوا في كل كلمة منها المعرفة ثانيا وتصفية الروح والبدن ثالثة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يمنّ علينا وعليكم بخير الدنيا والآخر أكو هناك عامل آخر أيضا إحنا عندما نذهب إليهم يجب أن يكون عندنا أمل الأمل جدا مهم أكو في الأحاديث عندما تدعون أدعوا وكأن حاجتكم على الباب بهذه الروحية يعني واحد لا يدعو كألفاظ مجرد وإنما يكون في منتهى الأمال ومنتهى الرجاء أنقل لكم قضيتين أحد العلماء جاءته امرأة فقالت له أنا ثمان سنوات متزوجة وأولاد ما عندي والأطباء قالوا المشكلة هم فيك هم في زوجك المشكلة من الجانبين وأي أمل ماك العلم يقول ماكو أمل هذا منطق العلم ولكن الدين ماذا يقول يقول أكو أمل لأن منطق الدين فوق منطق العلم الدين يرتبط بمعادلات لا يعرفها العلم بعد ثمانية أعوام هذا العالم أعطاها وزوجها مكعبات حديث الكساء المكعب مكعبات السكر اللي هنا يقال له قند قرأ عليها حديث الكساء حديث الكساء جدا مهم وجدا في آثار وأعطاها ماء زمزم أيضا وتربة الإمام الحسين صلوات الله عليه ولم تنضي إلا فترة قليلة وإذا بآثار الحمل تظهر على هذه المرأة وولدت سلاسة التوائن هذه المرأة اللي العلم كان يقول ما إلها علاج الأعجب من هذا رجل جاءني في هذه الغرفة قبل حوالي شهر قال عندنا صديق هذا ثمانية وعشرين عام تزوج وأولاد ما عنده بعد ثمانية وعشرين عام ولكن بعد هذه المدة الطويلة الله سبحانه وتعالى أعطاه أربعة توائم ذكور دفعة واحدة الأعجب من هذا ما أشار إليه القرآن الكريم رجل عمر ميت عام وزوجته عمرها تسعين عام تقريبا أكو أمل بعض أولاد ما عنده أكو أمل أو ما كو أمل في منطق العلم أمل ما كو ولكن في منطق الدين الذي هو فوق منطق العلم أكو هناك ولكن هذا الرجل لم يفقد أمله بالله إذ نادى ربه نداءا خفيا من كان هذا الرجل؟ نبي الله زكريا بعد ميت عام تقريبا الله تعالى أعطاه يحيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا فإحنا عندما نلتج إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أوليائه يجب أن نلتج إليهم وقلبنا عامر بالأمل إن شاء الله هذا الأمل يؤثر أثره نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعودوا بأيدي مليئة وبحاجات مقضية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر